ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله 18 سنة الساكنة بحي الأمل ببني ملال بجروح بلغة عجلت بوفاتها بمكان الحادث والسبب راجع لعدم وضعها حزام السلامة عكس الشاب المرافق لها الذي نجى بفضل الله وحزام السلامة الحادث استنفر السلطات المحلية والأمنية وحلت بالمكان شرطة الحوادث وأجرت المعاينة اللازمة على الحادث لمعرفة ظروفه وملابسات وقوعه ونقلت الفتاة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية